الشاعر ابن الرومي كتب قصيدة للوزير أبي الصقر إسماعيل ابن بولبل الشيباني يمضح فيها هذا الوزير ويثني عليه بدأ قصيدته كعادة الشعراء في التغزل بالمحبوبة هذه المقدمة العزلية أخذ فيها يصف محبوبته ويشبه عضوا عضوا بفاكهة معينة فشبه خدود محبوبته بالتفاح ثم تناول الرمان والأعناب والريحان والنرجس وإلى غير ذلك مما أراد أن يشبه بها محبوبتها لما سمع هذه القصيدة الأخفش قال هذه القصيدة والله دار البطيخ دار البطيخ كان سوق معقود في سام الراء في العراق هو سوق يجمع كل أصناف الفاكهة وكل أنواع الخضار لكن سموه بالبطيخ وهذا ما يطلق عليه إطلاق الجزء على الكل وهذا من باب تسمية الكل باسم البعض أو الجزء للبطيخ حكايات كثيرة في ثقافة العرب بمناسبة هو في اللغة العربية اسمه البطيخ نقول عليه في العمية البطيخ وله أمثلة كثيرة لأنه متغلغل في ثقافة الشعوب حتى أنه يروى كما هو في الأدب المفرد للإمام البخاري بسند صحيح أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتبادحون بالبطيخ والنبي حاضر بينهم يتبادحون يعني يرمي كل واحد منهم بقشر البطيخ من باب المزاح والمرح واللعب هكذا كان الصحابة يروحون عن أنفسهم وهكذا كان للبطيخ حضور في ثقافات شتى حتى أنه جرى على اللسان الشعبي في الأمثلة فنقول حط في بطنك بطيخ سيفي كناية على اليقين والإطمئنان والشبع لأن هذه البطيخة ستملأ البطنة وتروي العطش في وقت الصيف ويقولون إذا طلع البطيخ كف عن الطبيخ لأن الكل يأكل من هذه الفكهة ويشبع منها ويتناولها حلوة مع جبن حادق ومع غير ذلك الكثير لكن كان للبطيخ وظيفة نضالية وقومية وشعبية مهمة جدا في أحداث فلسطين بعد نكسة سبعة وستين ولما تمكن اليهود والصهاينة من غزة والضفة الغربية والقدس حضروا على الفلسطينيين استخدام العلم الفلسطيني من كان يلوح بهذا العلم يأخذ إلى المعتقل وربما قتل تفتق ذهن الفلسطينيون عن رمز يجمع هذا العلم فيه هو رمز طبيعي شطيرة البطيخ يجتمع فيها اللون الأسود في بزره ويجتمع اللون الأبيض واللون الأخضر واللون الأحمر وهذه ألوان علم فلسطيني فإن كان العلم محظورا فليلوحوا وليخرجوا في المسيرات وفي الانتفاضة وفي غيرها يخرجوا بشرائح البطيخ يرمزون لصمود هذه الدولة الأبية التي نأمل من الله سبحانه وتعالى أن يحررها عما قريب ونرى هذا التحرير وتقر أعيننا به ترجمة نانسي قنقر